اشتركوا في القناة اجمعين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في لقاء جديد من هذا البرنامج برنامج فتاوى بصحبتنا الشيخ الجليل محمد احمد حسن نرحبك شيخنا في هذه الحلقة الله يبارك فيك ساهل نعم وكذلك نرحب أيضا بمشاهدين الكرام الذين سيتابعون هذه الحلقة من خلال الردود التي سنتلقاها من الأسئلة التي تأتينا عبر الهواتف التي تظهر على الشاشة وعبر موقعنا هو بريدنا الإلكتروني الذي سيصهر لاحقا إن شاء الله نحن نرحب بك شيخنا من جديد نرحب بكل مشاهدينا المجتمع الإسلامي عموما مجتمع متراحم ومجتمع متواصل ويعنى بالضعفة على وجه التحديد الإسلام جعل وصية خاصة جدا للمرأة ونحن نكون حتى المجتمع السوداني أخذ سيخ كثيرة جدا جدا للتكافر والتراحم ووضع المرأة في مكان خاص جدا للعنابها والرعاية لضعفها يعني نحن ناخد معانا هذه المسألة في بداية هذه الحلقة فعلا يعني الإسلام يحتنى بالمرأة ووصى بالمرأة والرسول عليه الصلاة والسلام وصى كثير في الأحاديث بيحتنى بالوصية والمرأة ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا وفي حديث تاني قال خياركم خياركم لنسائه وفي حديث تاني لا يكرمهن إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم وفي حديث تاني وصف بالقوارير قال رفقا بالقوارير وبرضو في حديث صحيح تاني الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم اللهم إني أحرجوا حق الضعيفين المرأة واليتيم والعلم شرح الحديث قالوا أحرجوا معناته الحق الحرج والضرر والزنب الكبير بيزول البيضية حق الاتنين دين المرأة واليتيم لأنه اتنين دين ضعيفان حق الضعيفين المرأة واليتيم يبقى الزول البيضية حق يأكل مالهن يضيعهن كده يأزيهن يضرهن عد بقى زنب كبير جدا والبحتنبين كمان سواب عظيم ولذلك عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه وفي الحديث لتعليتيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهتين وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما يبقى دي كله وحديث كثير في الوصية بالمرأة واليتيم يبقى نصيحة لكل أخوانه والمرأة تشمل الزوجات والبنات واللمات والخالات والعمات وكل النساء نتوصى بيهم خير نعتني بيهم نديهم حقوقهم كاملة ما نضرهم ما نأزيم ما نظلمهم نعم برضو في الحديث جاء أنه في تحذير من المرأة نجيف عندهم المسألة دي برضو كيف يعني تحذير من المرأة نعم أيها في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء والفتنة معناوة الامتحانات يعني أصعب امتحان تركوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال له هو امتحان المرأة يعني يبقى الزول هنا دا يعني يعني يبتع يعني يكون حزر حزر ما يظلم المرأة دي وكمان ما ينخدع وينغشها وينشغل بيها ويترك العمل الصالح للدار نعم دبقنا لحقوق المرأة في الإسلام يارتنا حتى نقفنا عندها بزاعت عند الميراس في كثير من الناس بيظلم المرأة في ميراس هذا فعلا لقد كانت زمانة على الليسة عن الحمد لله يستعي الناس بعيو بيجوا يطالب threat والنسوان بيجانا طالبهم بحقهم في الميراس لكن في سنوات العشرين سنة وإنت غادي كان المرأة ما بيدوا هحقها من الميراس وسح حاليا من الأسئلة البيتهيجين في التلفونات الخاصة إنه كثير من الناس ما بيدوا أخوات حقهم من الميراس حتى من الأسئلة بتجينا اللبو مات وترك عقار وترك بيوت وأراض ودكاكين البنات يجينا طالب أخوان أخوان أشقاهم بحقنا الدون نصبنا في حقبونا يقوموا يخاصموا أخواتهم ديل ويقاضعوهم ذا ليه لأنه طلب بحقنا الشرعي والعلماء قالوا الميراس ده نظام دقيق ربنا ما ترك توزيعه للعلماء واله للنبي عليه الصلاة والسلام ربنا وزعه في ثلاثة آيات في القرآن الآية رغم 11 ورغم 12 ورغم 176 من صورة النساء أي ترك بتاعة ميت إما وزعه في الثلاثة آيات ديل وجد تحذير الشديد في الآية رغم 14 قال تعالى ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذابهم ويدمنه البضي حق أخوه من الميراس نعم نحن سنعود لهذه المسألة الحساسة جدا وذات الأبعاد المتشاعبة ناخد أول مكالمة هاتفية من ليلة من ود مدني مرحب يا ليلة سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلاً وشهلاً نعم اتفضل يا ليلة رمضان كريم الله أكرم والله أنا بدي أرشيقة من أذكار الصباح والمسأ أذكار الصباح فأذكار الصباح والمسأ دي أنا أذكار الصباح بجراسة بعد صباح طوال آي بعدين بدعوا للمسأ بعد أقول سبحانه رغض حمده مئة مرة فهل هذا الصحيح كويس نعم يعني أنت دار تعرفي أذكار المسأ والصباح يعني هاي هاي كويس أذكري لكم السلام سامن كويس نعم نعم المطلوب من المسلمين في الصباح والمسأ يتحصن بآيات الله بأذكار منها عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ قل هو الله أحد والمعوزتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء رواه الترمزي وقال حديث حسن صحيح زل الصباح والمسأ يقرأ ثلاث صور ديالة ثلاثة ثلاثة كذلك برضو أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع تلاء سميع الله ثلاث مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته وهو رب العرش العظيم سبع مرات وهكذا وبرضو في أسكار تاني الزول يتحصن ويكتر من ذكر الله ومن سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم وهي كتر من لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر الله بالليل والنهار نعم معنا هالة من بورد صدان يا مرحب يا الله السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال؟ مرحب رمضان كريم تستمر تفضل على خير الله أكرم الله يخليك بزع للشيخ يعني نعم اترضى لي ايوه يا شيخ ايوه يا شيخ نا عندي سؤال عن سورة ياسين في ناس بعملها نغمة في الموبايل يعني ايوه تسجيلا في الموبايل يعني بعملها زي نغمة يعني ايوه يعني نغمة ترميني يعني ايوه ياسين وقال أنا حكيب انت ترد تقطع الصورة ايوه صحيح ايوه نعم والسؤال الثاني يا شيخنا عندي عمتي هي مشرولة لها 14 سنة ايوه وطبعا ما في صلاة ما في ايام هي عندها كلا ما بتصوم وجات جلطة قفلة الحلق ما بتقدر تاكل يعني بتقوم بتبول كده من غير الإراضة يعني طهارة في الحالة دي نعم عقولها كيف؟ عقولها فيه؟ نعم بتسمح كويس بتفهمية حي كما تقدر تتكلم بقى الجلطة قفلت الحلق يعني أيوة سبحان الله لكن واعية هي واعية هي بتعرف إي حاجة بتشوف تصمع ويا شكيم ما تكلام يلا يا شخنو عند صاحبطين يا والله هي بس ما تصلي يعني زولا متزوجوا عند طفلين ما تصلي نهائي ايوة قويس وبتقدر كتير يعني تحلب الله كتير يعني نرد عليها إن شاء الله نرد عليها نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله بس ألمين حنة الرأس حين يا سوا في الرأس كويس اكتب الحنة كده عشان ما ننسى نعم نعم نبدأ بترتيب السؤال الأول السؤال الأول إنه ناس بيدخلوا النظمات يعني قرانا كريم صورة ياسين في النغم لا القرآن لا يا أخواتنا ما ندخل القرآن في النغمة ليه لأن زول قد يكون شايل المبايل في مكان غير لايك زي اللد بخانات زي في جوطة بتاعة الناس يبقى الحلد النغمة تقوم تضرب وانت حتى تقوم تقطع الكلمة قال يا ياسين والقر بس تروح قاطع لا كده لا بده كلام الله نحترمه النغمات القرآن نبعد من النغمات خالص لكن ممكن كلمة طيبة سلام دعا لكن بس تكون جملة مفيدة جملة تامة عشان ما نقضع مدحة حاجة زي كيد لكن القرآن كده ما نجيبه في النغمات نعم عندهم عمتهم قالت جات جلطة أيها هنا نسا أنها عمي تقديع عقولها تمام قالت عقولها تمام لكن ما بتقدر تتكلم يبقى في الحالة دي طبعا هنا لما قالوا التكاليف ترفع من الإنسان إذا عزال عنه العقل لكن ما دم العقل موجود يبقى تصلي بيقدر قدرته بيقلوبا بتتبول لإراده طبعا الطهارة الشرطي في صحة تصله لكن الطهارة زلزول العاجز ممكن يصلي بدون يعني إزالة النجاسة واجبة مع التذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان زلزول عاجز عن إزالة النجاسة يصلي به نجاسة دي يبقى أتكلموها بالإشارة يعني هسا زي عندنا الصم والبكم زل بيصلوا حتى مش هدعملت اليوم محاضرة وترقيم اليوم بالإشارة ويصلوا وصليه وراء العقل موجود العقل موجود يبقى الخالة دي مدام عقل موجود حلوات تصلي بالإشارة بتاعته بقلوبه بأي حاجة لكن عجزت عن إزالة النجاسة تصلي بنجاسته طيب قالت عندها صاحبات برضو ما بتصلي نهائي وبعدين بتكذب كثير صاحب تقولي أنصحية وليليها الصليعي مددين وليها قالي إليها الآية دي قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية غية العلماء قالوا عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن عباس قال غية وادي في جهنم وإن أودية جهنم تستعز بالله من حره يعني قسم من أقسام جهنم زنزانات من زنزانات جهنم الزنزانات التانية تخف من القسم ده لأنه ناره حرر شديد جدا وخصص ليمنه الناس تتركوا الصلاوات يبقى وقولي ألحق صاحبتي ده وله الدنيا فاني والموت وراك وراك ويوم القيامة نار جهنم حرارة قدر نار البتغازل بتولعي تسويه بالتبيخ ده سبعين مرة كذي مديد مدي أصبعك لي نار البتغازي أكا نطيتي تقدر تستحمل لكن ما بتقدر تستحمليه نار جهنم حرارة تقدر دي سبعين مر وزولي طمسوا جوو ونار جهنم بتحت جهنم فوق جهنم من جميع الجهات ده ليمنه لزولي ترك الصلاوات وانصحيها الكذب حرام هو من الزنوب الكبار واسأل ربنا ربنا يهديها والمخالطة بتاعت الناس الموصلة لديكيف يا مولان ما عليش ما نقاطعه لنا لو قاطعناه ونحايمشي للناس الكعبية نخالطه كل ما لمينا فيه نذكرهم بعقوبة الصلاة ونرقبهم في فضل الصلاة وندعي لهم نسأل لهم ربنا يهديهم نعم طيب حنة الراس برضو هي سألت منها قالت الحنة في الرأس طبعا ما بتحتاج لسرتي والمحلبية الريحة القوية دي كنت سوا في رأسه ولا حرق بينهار رمضان لأنه ما بتفطر ما بتنزل في الحلق ولاش إنما هي في الشعر لكن الحنة بيسوينا في اليدين دي لأنه ما بتمسك إلا بسرتي ريحة قوية شديد دي نقول لنا نسوي لنا بالليل لكن حين تراسه ممكن تسواها بالنهار نعم معنا بشير عمر من أبو فريوة مرحب يا بشير أهلا وسلام عليكم عليكم وسلام بزع للشيخ مرحبا تفضل بزع للشيخ ان شاء الله بيديه رعوضان كريم الله أكبر بزع للشيخ من طبعا عندنا الناس بصلوا كل العوقات وطبعا عندهم صايمين وطبعا عندهم صايمين وطراويح ما بصلوا الطراويح ما بصلوا التراويح نحايا أول شيء بيصلوا للشيخ ويخارجوا بوالي طراويح جميعا عندهم ما جاء رواء نحايا نعم 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 في كل رمضان نعم كويس نعم شكرا 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 جزيلا هو قال عدد من الأسئلة أول حاجة بداها قال في ناس بسيخ ما بصلوا والتراويح ما بصلوها أصلا كويس صالة التراويح سنة للرجال والنساء والسنة في اصطلاح الفقهاء يساف فائلة ولا يعاقب تاركة لكن بعض فقهاء الأحناف قال الزول اللي يترك السنة قال يحرم يوم القيامة من الشفاعة طبعا حرما من الشفاعة شيء كبير خالص شبعت الرسول الزول يتحريب منها لأنه ما أدى سنته يعني التراويح سنة والركعتين قبل الضهور بعض الضهور والشفع والويتر دي كلها سنة الزول لما يترك السنة يحرم من الشفاعة لكن ما عنده زنيب والحرما من الشفاعة مش كبير خالص لكن ننصح أخوان أنه صلاة التراويح للرسول عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لو ما تقدم من زم والعلم فسروا غيام رمضان بصلة التراويح نعم ممكن الزول صلاة براو كمان هاي ممكن السؤال البعض قال يتكلم عن استخدام الريح في نارة رمضان الريح في رمضان خير الزول اخسواها بالليل لكن الزول لو استحمى دار يسويلي حتة كولونية خفيفة لازالة راحية العرق ما عليش لكن الريح الفياح ديك سواها بالليل برضو مناديل الورق المناديل بتاع الورق دي فكل المناديل فيها معطرة في مناديل معطرة في رمضان ما نستخدم المعطرة نستخدم التانية بالنسبة ليه زكاة الفطر؟ زكاة الفطر أستعى النهار دي قريت في جريد أنه مجمع الفقه الإسلام يطلعا لسكان العاصمة لأنه بيأكلوا القمح النفر خمسة آلاف جنيه على خمسة جنيه بيقولوشها جديدة كل واحد من أفراد أسرتك تطلع قصاده خمسة جنيه على الولايات ما بيأكلوا الدور يطلعان لحسب الدور لين الخرطون بيأكلوا قمح ربع القمح بخمساشر جنيه خمساشر على الثلاثة بها الخمسة طلعا خمسة جنيه الربع الوزيع عليك بنفر؟ ثلاثة نفر خلاص الفتو طلعت لخمسة جنيه خمسة جنيه على كل السودان على الولايات اللي يتم خرطون هو في النين الأبيضاء أو الولايات اللي بيأكلوا قمح نعم طيب معنا التلفون مرحب قالو السلام عليكم عليكم السلام معكم عبد الله من السعودية مرحب قالو مرحبا تفضلي طمضان كريم كل سنة وانتو طيبين الله يبارك الله فيك تحياتنا للشيخ محمد حسن الله يبارك فيك بسلك يا مولانا أنا عندي زوجي يعني ما يصرف عليه مرة أربع سنة أو أنا الضحين في السعودية شغالة في مجغل وهو بيرعي فرمة الأولى في السودان بيأخذ تسعة شهور يدوك تسعة شهور من هنا خروج سنة وفي نفس الوقت لما يجي بالجدد يجام على طول بينزل ما أقعد يقعد معاك لا مرة أنا ساكن في المجغل وهو ساكن لا الأكثر الأيام ما أقعد يقعد معاكم يزوج مرة تاني مرة أربع سنة أنا الصغيرة هي الكبيرة سمع وقعد يقعد معاك بفترة ومعاديك بفترة ماش كده لا مرة أربع سنة ما في شيء بيناتنا مرة نهاية أربع سنة مرة مرة نهاية مرة نهاية وفي نفس الوقت أنا قلت مقدمة الإسكان وهو دفع لي ثلاثة مليون ونصف الأولى لما نجي عرفني وأنا نشتغل فيه خلاص إحنا عشان جساء أختنا بيتنا عشان ما تبقى قطيع في رمضان ننصح زوجك داء وكل الأزواج أنه يحتنب زوجياته أي نكتفي بالسؤال عشان ما تبقى قطيع في رمضان ما كويسا لكن حنعم النصيحة لكل الأزواج الرسول عليه الصلاة والسلام وصانب النساء والزوج يدي عندها حقوق شرعية وحقوق عليك واجب عليك كسوتة تأكل مما تأكل تكسام مما تكتسي وتدعى حقوقها الشرعية كاملة ما تهجرة أي يبقى دالهجران أكتر حتى ربنا يعني حدد الذول أربع شهور بس قال تعالي والذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربع السفر العظيم نسيت الآية لكن الذول لو حلف ما يقرب من زوجته الشرعي حدد ليه أربع شهور بس هي أربع سنوات السين هي أربع سنوات تبقى ظلمتها حدد أربع شهور بس يا تعتدل صلي علاقتك معاه وتدعه كل حقوق الشرعية الفراق بالمعروف لكن تعليق أربع سنوات ده حرام عليك يوم الغايمة تقول لي ربك شنو طيب هي حتى عمشة في حالة زي دي في الحالة دي أن تطالبوا بحقوقه حقوق الشرعية كلها ما رفض بعدك هي مخير ما تنتظر عليك إذا يتطلب الطلاق وطلبة الطلاق ترفع عريضة لقاضي محكمة الأحوال الشخصية وتثبت أنه زوجها هاجيرة وهي تطلب الطلاق للهجران القاضي بعدما أثبت الصحة الكلام ده طوال القاضي يطلق والقاضي طلاق باين واسم التطليق وطلاق القاضي معكمة نعم معنا أم أحمد من الخرطوم مرحب السلام عليكم عليكم السلام نكلم الشيخ مرحب اتفضلي أنا عندي وزدي توفق قبل أربع سنوات قام مريض بسكري يعني لكذا يمكن عشرين سنة ما قام بصوم يرضى لما نتوفق يومنا بدي توفق كاتب لينا في عينه نحن أولاده وبناته نصوم عنه يعني لما نقسمنا كل واحد ذي ثلاثة شهور طيب كده فأنا واحدة عندي مثلا غمضان المصري مرحبا عليك دين فما عارف فما عارف درسوم يعني ما عارف نعمل شهر سامح كده كده بنت أنا أخدي بالك أبوك ده قلت عشرين سنة لا بيصلي ولا بيصوم لا لا بيصلي لكن يصلي لكن ما بيصوم أيوه عشرين سنة ما صعب أم وما كنت متطلع له الفيدياء لا بيطلع هو طوالي طيب ما خلاسه وقال له سؤال عن شنو طيب هو خط وصية قال له تصوم عني لا ما خطه وصية قال له تصوم عني قال تصوم عني أيوه تصوم عنه في الماضي والله لقل وصية بعد ما هو تصع هو نحن لجينا نفسه اليوم اللي توفوا فيه الصباح ودعباء ما قدرنا نزعله أيبا كويس وهو طيب كان مريض ما بيقدر يصوم ما بيقدر يصوم خلاص 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 نجاوب عليه وأنت قلت عندك شهرين بسبب الحمل والرضاعي ما صمتين يعني أنا عندي شهرين ما صمتهم بسبب الحمل والرضاعي يعني عليه دين ما بيقدر رضاعي ما بيقدر نفذ يعني وصية دين ما سوال عنده سوال حدي محدد أنت شهرين دين ما صمتين بسبب مرض والله سبب الحمل والولادي لا حمل والولادي بس خلاص نجاوبك إن شاء الله نعم إن شاء الله طبعا بالنسبة للأبو وأنه كان بيصلبه إن شاء الله ولكن ما بيقدر يصوم لأنه مريض مرض مزمد نعم وبعدك بعد ما توفى لقي وصية إنه قال تصوم عنه لا الوصية دي ما بتتنفذ لأنه كان بيطلع الفدية يطعم وحتى ولو أثبت إنه ما كان بيطلع الفدية نطلع الفدية عنه ما نصوم عنه الإمام مالي قال الزولة العجزة عن الصيام وماتوا على دين من الصيام نطعم بدل الصيام هاي ممكن نصومه المدة دي كلها يبقى هو وسيط يمكن كتبها قال تصوم عنه هنا لكن الوصية دي ما تتنفذ قالما إنه ما كان بيقدر يصوم لأنه مريض مرض مزمد وكان بيطلع الفدية ويتأكده إنه كان بيطلع الفدية يبقى خلاص ما عليه خالص صلاته تمام صيامه تمام ربنا يديه سواب لانه عجز عن الصيام اللي زول الكام بيصوم ويجي زمن يعجز عن الصيام ربنا يديه سواب قررنا الحديث ده كم مرة الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا نجل سؤال بيتنا قالت إن شهرين ما صامت كان جاء شهر يلقاه جاء رمضان يلقاه حامل يلقاه مرضى حامل مرضى يبقى نقول له هالسا ما سألناه هل انت صايمي أم لا نفرض إنها صايمي نقول له بعد العيد تنجمي شوية تغذي لك عشر يوم تجيب لك كراس تكتب فوقه أنا علي يدين من الصيام شهرين ما صمت بسبب الحمل والرضاعي بعد كي تبتد تقضي في الأسبوح تصوم ثلاثة يوم وتكتب الجو صخن تصوم يومين وتكتب الجو حاد تصوم يوم وتكتب لغاد عليه مهلتها لغاد ما سدد الدينة العليا وتاني ما علياش نعم معنا أبو عبد الله من السعودية يا مرحب هلا السلام عليكم عليكم السلام الممكن يا قبل الشيخ مرحبا تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ أنا هنا في السعودية وطبعا بجمع الذكاة تفتطر كوي عندنا أخوانا كيش أغالي انت شركة سوى كلنا سمع فعندي هناك واحد في السعودان يعني معه باحتواره ما عنده عشر أطفال فبجمعه بوديها ليه هناك في السعودان أيوة يعني قبل رمضان أيوة هو قبل الموسم بتجمعه انت؟ أيوة يعني يوم من يوم عشرين كده يعني بجمعه عشرين عشرين رمضان كويس كويس طيب خد نسألك يا أخي أنت في المنطقة الفيها ما فيها فغراء مسلمين والله يعني المنطقة هنا إلا يعني بعيد شويها لكن طبعا نحن في شركة بر شوي كده لا يعني المسافة يعني ما بتقدر توصل للمساكنة والله يعني ما في كده فغراء كده يعني بعين معينين كده إلا تقل حد في الشارع والله حاول كده كويس كويس هي طبعا هنا ده الأصل العلمة قالوا زكاة الفطرة تصرف على البلد اللي صام فيها زور رمضان أي تصرف إلا إذا ما وجدنا مساكين كت حتى هنا يجوزنا نقولها يبقى هسا أخونا سألنا هل في منطقتكم في مساكين هنا قال بعيدين خالص ما بيقدر يعرفون وما بيقدر يميز دمين ده خلاص ربنا غفور رحيم للسلطان يا أخوكنا المحوك هنا في السودان إن شاء الله ربنا يقبل لكن طبعا الأعلم قالوا زكاة الفطرة تصرف في البلد الصمت فيها آخر يوم رمضان طيب في حال زيدي لازم تصلق قبل العيد ما شرطه طبعا المفروض تصل قبل العيد لكن برضو لو وصلت بعد العيد برضو تجزيون إن شاء الله لأنه بعد المسافة لكنه قل لي يا أخونا والحاجة إذا أكد إنه في المنطقة القريبة ليكم ما في مساكين الساعة السنية دي رسلها لكن السنة جاي بعد ما تعدم المساكن في المنطقة حتى ترسلها نعم شكرا جزيون الشيخنا سنعود لمشاهدين الكرام بعد الفاصل ونواصل مرحبا بكم مشاهدين من جديد في برنامج فتاوى نحن مع شيخنا محمد أحمد حسن قبيل في البداية تحدثنا عن حقوق المرأة في الإسلام ومن ضمنها قلنا المراس المراس قضايا معقدة وإنت يستدليت بالآية الكريمة إن المرأة حقوقها مصانة وربنا سبحانه وتعالى اهتم بهذا الجانب ووزع المراس بنفسه الموضوع هو معقد يعني لا يعني المرأة هو نظام دقيق ويا ربنا تولى توزيعه بنفسه وبعدين يعني جدت تحذير الشديد ما قرأنا الآية نعم رغم 14 في آخر آية الميراس قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدقله نارا خالدا فيها وله عذاب مهيد الآية دي وردت في الزول البياق الحق أخوه من الميراس ولذلك قالوا العلم حذره تحذير شديد وقالوا لأيدي فيها إنزار وعيد شديد للزول البياق الحق أخوه من الميراس ولذلك قالوا أي زول مستحق الميراس ما تحرمه من حقه ولا تنقص من حقه ولا تزود من حقه زودته معا لا تزودته في شرع الله نقصته ممنوع حرمته ممنوع ثلاثة لا تحرمه ولا تنقص ولا تزود تدحق تنغم والآية دي موضحة شوف ربنا تبارك وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسي يعني المرأة نبت الأولاد وبنات ألوهمين البتكو كل توزيع نظام دقيق وشوف برضو ولأبويه لكل واحد منهما ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورسه أبواه ولأمه السلس فإن كان له إخوة فلأمه السدس شوف نصيب اللوم يطلع وينزل على حسب نظام تقيق ولذلك نصيح نصيح يا أخوان الحطام الدنيا فاني وراحلين منا ما تحرم أخوات كن من حقين الشرق من الميراس أبوكم يتوفى ترك عمارة ترك دكاكين يتقوم يتأجر ساكنين الولاد ساكنين في البيت ده يدفع الإيجار والإيجار يتوزح توزيع الميراس حسب إيجار المثل العمارة دي بيحتوها تبيعوها تدخوات كن حقه كامل من نصيب من الميراس معنا ريحانة من السعودية مرحب عليكم السلام كل صنع أنتوا طيبين أنتوا طيبين إن شاء الله عندي سعال يا شيخنا مزوجة مزوجة ودعمي وسبعة سلق عجل يا شيخنا والد منه بيتوحدي والله أنا ما دايراه يعني قاعدة بالزم ما دايراه مالك عيبه شنوه اللي التلفون قطع التلفون قطع طمعا هي قالت الزوج ودعمه وجابت منه وليهم أربعة سنوات سبعة سنوات أي سبعة سنوات ما دايراه ليه هل في سبب يبقى في الحالة دي ما دام عندك ينا يعني أنا دايما بوصي الزوجان لما تتظلم من زوجها عندك عيال منه نعم خلاص ما في طريقة شراد لك استحملتي لغاية ما جبت الوطان دي له واسع داري تتملصي تزوقي منه ما في طريقة شراد لك استحملي عشان خاتل ولادات يقديلوا يربيهم أي كذلك الزوج ورضو اللي تظلم من زوجته عندك عيال منها نعم ما في طريقة شراد لك خلاص انت اتبطت مع المريد دي بعيال تتحملها مهما كانت كعبة تتحملها والكمال لله وعشان خاتل عيال ذول يربي ولادات والولاد دي المسئولية والولاد إذا مشوا عاشوا مع خوال مع جدهن لو نقتلهم العسل ما بيكونوا مرتاحين نفسيا زي ما بيعيشوا مع أمه ونقوم في ظل واحد تفرقة الأولاد دي البطيعة على أولاد والأولاد دي الأمانة في عنغكن تتحمل زوجي مهما كان كعب مهما عندك عيال منه وانت تتحمل الزوج دي مهما كانت كعبي مهما عندك عيال منه حتى لو واقع ظلم يعني واضح لا ما قلنا نتحمل الظلم ده هنا تتحمل تصبر وتعالج المشكلة بحكمة وهناي ممكن تقبل لجاويد يعني ممكن الأمور تحل يعني تتحل يعني ما في طريق مزدود ما في طريق مزدود الأمور بتتحل لو الناس تريس وتعقل ويتحل نعم بالنسبة لو ريعنا للميراس يعني بنلاحظ المسألة دي ظاهرة الآن بتلقى بيوت قديمة جدا جدا ما موزعة حقوق الميراس بتكون سابتة نعم يعني الناس ما بوزعها خوفا من المشاكل مرات المسألة دي بيتأسر تأثير مباشر في ناس عندهم بحق دارنه يعني لكن بتلقى الناس المستحين شوية ما بوزع الميراس لأنه خايفين من المشكلات وتعقيد يعني لا ما فيه بتعقيد ميراس موزع نظام دقيق أبونا مات اللبو مات تركلوا أي عقار دكاكين عمارة أرض زراعية أريد كده الأرض دي الزول البيت اللبو مات وفي واحد من ولونا ساكن في البيت ده أو يقول لهم أنا بأأجر البيت ده منكم الإيجار بيكم شوفوا البيت ده يشبه بيتنا ده ما أجر بيكم البيت ده يشبه بيتنا أجر بمئتين ألف جنيه خلاص البيت ده إذا أجر بمئتين أنا بدفع الإيجار كله والشهر تعالوا شربوا عندي شاية المغرب نطلع المئتين جنيه نخدها في الطريب إذا نوزعها وانا زأتي من المئتين جنيه أخو تحقل إنه نوارس من المال تلك الناس أصلا بيخافهم من المسألة دي ويقولون ما يكون لا حكا تخل دي ما ندخل ما في حاجة يسمي أخو دي ما يحق أزول يخاف أن يوزع الحق نخاف من شنو خاف من أنه مثلا تكون في مشاكل يعني تحت حريك كي يصل عندهم المشاكل بتجي من أزول الأخو الساكن في البيت الأخوان الساكنين في البيت يحرم أخوان أخوات من نصيب في الميراس أنت من زويات ما من الديك هذه هي المشاكل لكن الذول لو يتقى الله ويذكر حساب الله يوم القيامة مهما كانت نادي أخواتك دي تعال تفاهم وعد في الوطن نتفاهم أقولون دي عنده بيت ما أجر عنده أرز زراعية عنده شي الإيراد لما يجي نقوم نوزع دي دي لها مشاكل نعم برضو كمان الناس ينظروا للذول اللي يتكلم في الميراس مولانا من خلال العادات التقاليد يفتكروا زي العيب كده ده ما هو لو ختينا رفضنا الشرعي وختينا العيب يقول معناته نحن نعبد هوا نفسنا نعم دي واحدة المشكلات الكبيرة قال لواحد يقدم والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يبقى الزول يقول الخوف نقوم كده والعادة والعادة ونقدم العادة على الجناية زي ما هالساعة الزول تمين عقد الزواج على كتاب الله وسمنة رسوله والمازون طلع قسيمة الزواج وطلع عن القسيمة ويقوم الزواج لما اتصل بزوجته قبل حفلة الزفاف يحتفرد الزوم الخالف وارتقم معصية كبيرة نعم هاي ليه العاقل تم دخل على زوجته حفلة الزفاف دي شنو دي ما حاجة هناك لكن الناس بيحتبروا الزواج هو حفلة الزفاف يبقى نحن ختينا البدعة مكان الشرع نعم وقدمنا البدعة للشرع نعم معنا أم هيام من ضنقلة مرحب 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 عليكم السلام هذا لسه عند سواجي قبل شهرين مم وقال عدة يعني كل زردين رأي براي يقول لي وقال عملي كده وقال عملي كده توفي قبل شهرين صح اي 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 حامل يتسعى شهور حامل ايوه وكان خرطو خرطو وكان خرطو ما شهرين ايوه خلاص وكان صلع من نزع يعني كده شوية مم وتوفر في حاد الحرك اي شاء الله يعني ما أخذت منه مع أخوة لك تدعب عرض اي شيخ نعم نعم وكان يعمل جيدا والبسئلة وما تطلع خشب الباب نجاوبك ان شاء الله اديك ده سؤال مهم اي شاء الله بنتا دي ربنا يعوضك ان شاء الله ويعني البركة فيك في ولداتك وكدي وصبري واحتسب أجرك عند الله ربنا اديك الأجل العظيم طبعا هي قالت هو عدة الحامل بوضع الحمل يبقى العدة بتاعته ما أربع شهر عشر ديان وبيوضع الحمل أول ما تلد خلاص انتهت حتى لو تجاوزت الأربع شهور حتى ولو حامل لها شهر عدةها بوضع الحمل بعد تسع شهور نجي نقول لي واختنا بيتنا مطلوب منك خمسة حاجات نمر واحد ملابسك اللابسا يقول لنا الداخليات والخارجيات تكون ملابس ما فيها زينة يا أسوأ ما تسوي أي نوع من أنواع العطور الحاجات الريحات دي الحمام تستحمي بصابون الفنيك أو صابون الغسيج ما تستحمي بصابون الحمام نمر ثلاثة تبتعد من أدوات الزينة التجمل ما في كريمات ما في كحل ما في زيت ما في أي حاجة تستمحي بها نمر أربعة ما تبيت خارج البيت ممكن إذا دعت الضرورة بالنهار إذا تمشي لدكتور تمشي بالنهار لكن بالنهار ما تطلع من البيت النمر خمسة إنه داخل بيتك ده كل حرم ليك دارت نوم في البرندة في العوضة تكون بهدوم البيت وأي حاجة داخل البيت كمان في ناس النسوان يقوم عندهم فتوى يقولي أولك تقبل الرجال إذا وزول من اللهل من الجيران جاي يجا عزيك يقولك المتين طيبات يصبرك ما تمنعي بس ما يسلم عليك فيه دقيب قدامك يدعي للمرحوم يقولك المات طيبات كده تخفب عليك والحزن وكده ما ممنوع هاي دي الحقيقة المطلق نعم دالتي هو سافر وكان مرض أيوة ما عليش أسعنتي إن شاء الله ده كل ما قام قسمه أعفي منه ودعي ليه كل ما تصل دعي ليه ورب أن يتغمد برحمة نعم إن شاء الله معنا هدى من برصداء مرحب عليكم السلام الله أكرر نعم أنا أعمل ثلاثة شهور وكفرة يعني الصباح لكن أنا أكون صايمة ما عاشده بيجرح الصيام ولا بيكون صيام صحيح نعم 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 وثاني عندي سؤال يعني أنا لما بصلي الصلاة بتاع الجمعة في البيت بظهر عادي أستنى الرجال لحد ما يجي من الصلاة ولا أصلي عادي الضهر قبل ما هون يرجعون نعم كويس نعم بيتها قالت إن حامل لها ثلاثة شهور بدي استفرق طوالي طبعا الاستفرق ده اسمه الوحم اللي هي كله ما كانت أكل بيجي ماري وكدي يبقى وبعدين قالت الصايمة أنا قولي بيتني إذا كان الصيام بيتعبك مع الحمل وخفت عليه نفسك عليه جناكل في بطنك أنت كنت أخص تفضري وبعد داك بعد ما تلدي بالسلام ترد يجعناك يبقى عمر عشر شهور تيجي تقض أما إذا كان بتستحمل الصيام ما بقى على كيفك لكن مجرد ما تعبتي تفضري طوال أما الاستفراغ دا ما له تأثير في الصيام لأنه غزبا عنك الطراش اللي بيبطل الصيام الزول يكون شبعا تقل في السحور وبطنه مليان يدار يخففها يدخل أصبع في حلق ويطر يدار اللي بيبطل الصيام لكن ذول بطنه جالد غزبا عنه طراش ما بيبطل الصيام لكن أكرر ليك عندك الرخصة لو تعبتي أو شعرت بيتعب وخفت عليه جناكي عندك رخصة تفضري نعم قالت برضو صلاة الجمعة هل تنتظر الناس لما نجيه وصل لها ظهر عادي أيها لا ما تنتظر الناس الزول بنتظر الناس زول راجل وجبت عليه صلاة الجمعة لكن قاعدين يلعب كشتين في الصيلون في البيت وقالوا نصل الظهر نجينا وصل لكشتين دهما يصل الظهر إلا بعد الإمام ما يفرق من صلاة الجمعة لأنه وجب عليهم صلاة الجمعة كان مفروضين في يصلوا لكن تأديب ليهم ما يصل الظهر إلا بعد الإمام يصل أما الزول ما وجب علي صلاة الجمعة زي المرأة والمريض يصل الظهر عادي في أي وقت عند دخول الإمام صلى ما صلى ما ليون دعوة يصلي جمعة يبقى أنت يصل الظهر مجرد ما سمحت عزان الظهر عزان صلي الظهر رب من يقبل مني معنا أبو عبدالوهاب من حلفة مرحب السلام عليكم عليكم والسلام رمضان خريم الله أكبر السلام عليكم عليكم والسلام ورحمة الله سمعين بارك الله فيك عندي أخوي ما صلي مطلوب كد عندي أخوي صلي مطلوب لو عزاني مثلا في الإفطاط في رمضان هل أنا ممكن ألب الدعوة أو لا ألب الدعوة هو دعاك يعني في البيت نعم كويس قال لا بيصلي ولا بيصوم السؤال الثاني السؤال الثاني ما حكم الاستماع في المتن في المتن في السؤال حكم شنون في قراء السهول منذ من المدح المدح ايبا ايبا أو استماع إليها حراما لعب كويس كويس قال قال أخوه لا بيصلي ولا بيصوم مش كده وقام دعاه وقال لي إفطار يعني هل يمشي يلب الدعوة أميش لبي الدعوة بتاع أخوك اللي بيصلي ولا بيصوم ده وقعد بعد ما تفتر الديهرشة وقال لي يا زول السعين وينو أبو جدك وينو حبوبتك وينو انت يعني قاعد في حاجة تنفعك انت مؤمن بالدارة الاخر مؤمن طيب ما بتصلي ما لك ما بتصم ما لك الديهرشة كده وقوف وذكر بالآيات والأحاديث اللي فيها الوعيدة الشديد بعذاب جهنم ان شاء الله عسى الله انه ربني أهديه لانه زول ترك الصلاة ده لو قاطعناه خاصمناه حيمشي وين يمشي للناس البلفوها والناس الكعبين يبقى ضيعناه لكن لما نحن نعاشره كده وكلما نقعد معانا اديهرشة ونخوفه بعقبة ترك الصلاة ونحنس وندعو ليه عسى الله من جالس قوم من أربعين يوم ونصال منهم عسى الله ربني أهدي شيخنا برضو في ملاحظات عامة يعني مثلا دول جاتوا غيبوا بسناء نهار رمضان أو جنة كيف يكون صيام هذا الشخص هنا طبعا العلم اشترط من شروط صحة الصيام العقل وقالوا المجنون ما عليه صيام خلاص فقد العقل أما المؤمى عليه بسبب تعمل زول مشى يوم يتقول باقي الرمضان مشى سكر وفضل في سكر طينا ما واعي اليوم كله يبقى دا علي قضاء يوم لأنه تعمد الإغماء ومشى دعم ما شير وليه دو منوم نوم تقيل فاق هذا برضو عليه القضاء لكن الزول براه في عثنان النهار قام عادي وحصل له إغماء أغمى عليه قالوا إذا كان فاق في جزء من النهار علي قضاء اليوم دا لكن من طلع الفجر الزول لا مغمى عليه لا غاية ما فاق اللي بعد الزان المغرب ما علي قضاء اليوم دا لأنه اليوم كله كان مغمى عليه مغمى عليه من طلع الفجر فاق في نص النهار أو ربع النهار يجي يقضي اليوم دا في ناس عندهم السرعة بيجيهم برضو فجأة آي برضو بتاع السرعة طبعا لما تجي السرعة عشرة دقائق يجي يكون فاق دا الوعي برضو يجي في الحالة دي حيفوق بعد عشرة دقائق يجي يقضي اليوم دا بعد العيو حتى لو ما تناول حاجة آي حتى لو ما تناول حاجة لأنه أغمى عليه لما أغمى عليه والصيام بطن آه يجي يقضي بعدين لأنه فاق لكن إذا كان السرعة دي من طلوع الفجر وفضلت مستمرة على غد وخل الشمش ما يقضي اليوم نعم معنا من بورسودان محاسن مرحب مرحب أهلو محمد الحسن الله يبارك فيك كيف أهلو محمد الحسن أهل المسالة كيف إن شاء الله كويس الحمد لله محمد الحسن أنا اليوم العاشر من رمضان أنا فطرت فيه فطرت فيه ثلاثة العزانة الأول بعد ما شربت الماء شربت الماء ثلاثة العزانة الأول قلتني عمدها معنا حسفان عرشة دي أصبر إلي أنت بعد ما شربت الماء حتن سمحت اللازان آه خلاص يامك صحيح شربت بعد شوية سمحت اللازان آه معنات أنت وقفت اللكن قبل طلوع الفجر خلاص يامك صحيح أكان النهاردة قلت إلي شربت بعد ما سمحت لكن فطرت يا شيخ ها؟ لكن فطرت فطرت يا رجل فطرت يا رجل فطرت يا رجل فطرت يا رجل الفجر ما طلع. ووكل. ويلقى الفجر الطالع. يقل الحل دي ما يمسك لحرمة الشهر. حكمة شنو محاسن دي هي فترة. السعى بس يستغفر. مم. مع لها قفارة. تكون متأولة. قائل انه الصيام بعد كده ما بيكون بطر. ايه. يبقى تستغفر وتتوب وتتقضي. يعني المتأول حكمه انه يقضي. ايه يقضي ايه. نعم. طيب احنا مولانا في نهاية اه انا نكون قربنا لنهاية الشهر. اي واحد. ماشين يعني بعدها هو العشر الاؤاخر. نعم. نعم. هتدخل. واغلب الناس اه يعني بيعتكفوا في المساجد. نعم نعم. ده نتكلم شوي عن اه الاعتكاف وشروطه. كويس. الاعتكاف سمنة. ام. حقلال السنة. وسنة مؤكدة في العشر الاؤاخر من رمضان. ام. وبعدين الاعتكاف انت ثلاثة اركان. ارقنا الاول الشخص المعتكف. ارقنا التاني المسجد. ارقنا التالي زمن الاعتكاب. نعم. ولابد الاعتكاف يكون في المسجد العام. ما يكون زول في بيته عند مسجد. يصليه ولداته. لا. يكون في مسجد عام الاعتكاف. ويصح للمرأة والرجل. والمرأة ما تحتكف الا بازم من ولي امرها. كان زوجها كان ابوها. اها الشرطة الثانية من الاعتكاف اللي هو الاعتكاف اقلاه عند المالكية ثلاثة يوم. بعضان قالوا يوم واحد كف. وافضل عشرة يوم. والشافعية قالوا لو زول دخل المسجد بنية الاعتكاف. قاعد في زمن يقدر يقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اتبع سنة الاعتكاف. ونضرب لنا مثال. زول قالوا داري اعتكب في المسجد. نقول له الحاجة شو اللي يكفر شلينة كده. مرتبة مخدسة عن كيروتي. وملاية تضغطت بيها. يشيل لك كرتونة كده فيها شوية اكل. علاكل كما يشيل التركين والفسيخ والتوم والبصل والحاجات الرائحة تقوية في المسجد. يشيل اللي شوية مربة جبنة حلوة طحنية بس كويت. يشيل اللي في كريتين يخد فيه الزاوية بتاع المسجد. وخد جمع فرش. وينوى الاعتكاف الانقطاع للعبادة. ما يطلع من المسجد خالص. يصلي تعب يرقد ينوم. يصحي يمشي يتوضي يجقرة. ويصلي. حتى لو بيته قريب منها. حتى ولو بيته قريب. داري يمشي للحمامات في المسجد فيه. طيب فرضنا قال الحمامات عتى المسجد مقفلات. انا داري يمشي البيت. مشيت البيت من باب الحوش للحمام. من الحمام لباب الحوش. لو دخل جوه وقال اللي ارقد في المرتبة دي شوي. لانه الواطبي تعتقامه وجه عطيه ظهري اعتقافه بطن اي بس من باب الحوش للحمام من الحمام ما يلاقي عيزه في البيت ما يلاقي يزور ممنوع ونسوا ونعيش بس من باب الحوش الحمام باب الحوش جري من الحمام جري لباب الحوش جري للمسجر قبض المدة بتاحته إذا كان 24 ساعة كان 3 يوم وكان 10 يوم نعم سبب عظيم نعم معانا الهاتف هلو مرحب معانا تلفون هلو 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 مرحب السلام عليكم عليكم السلام معاك محمد برح مرحب محمد تفضل يا محمد نعم تفضل ورفع صوتك شوي يا محمد ياخي انا عندي والدتي وحببتيني توصيات ممكن اعمل عمرة او حجة لمرة مرتين ثلاثة نعم نعم هي طيب امك دي وحببتك دي عدن حجة الفريض قبل كدي سمح السؤال الثاني كانت مستطيعات وما مشان حجين والله ما في استطاع ما كان في استطاع خلاص يعني اذا الحج ولا كان فرض علي حببتك ولا علي امك وانت مشيت حجية حجة الفريضة وقدت عمرة بعد كده ممكن تعمل حجة واحدة او عمرة واحدة تقسمها بين حبوبتك امك يعني ما بيجوز ممكن اعمل لي مرة مرتين ثلاثة انا الحمد لله حجة في كتيره عمرة قصب الله انت اول حاجة عملك خليلي رقبتك انت ليه الليل ماضي من انت نفسك قطعت الصراط ووصلت للجنة وتوزع عملك لحببتك وامك عملك الصالح خليلي رقبتك امك وحببتك دي لعمل ليه الليل عمرة واحدة وقسمها بناتن الاثنين انت انتهى الموضوع ما توزع شغولك ساكد عبادتك توزع لي امك وحببتك امك وحببتك ما براين كمان عند الرصيدين برا او زره واحدة ما بيدنك منها هايما الغيام عملك الصالح خليلي رقبتك يا رب اندك الاستطاع يعمل ليك حجة كاملة بعمرتها يعمل ليك عمرة وهديها بين امك وحببتها ورب ان يقبل منك وباقي عملة خليلي رقبتك نعم طيب برضو في بعض الاسئلة بتتحدث عن صلاة الشفع والويتر في بعض الناس اللي اتصروا بيننا قالوا يا اخي هم عندهم ناس الامام المسجد بيصلي بدون الآيات والصور المعهودة في الله في الشفع والويتر مثلا تسبح اسم ربك ايه الكافر طبعا من المستحبات سنة خفيفة في الشفع الرقع اللولى قالوا الفاتحة وسبح اسم ربك الاعلى الرقع التاني الفاتحة قالوا يا الكافرون الويتر قالوا الثلاثة سورة الاخلاص والمعوذتين لكن فرضنا غيرت قريت اي سورة تاني ما عليك شي الصلاة صحيح طيب برضو في سؤال مهم اللي هو زور فاتته رقعتين في صلاة المغرب اكثر الناس بيتلخبطوا يعني بيقوموا 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 رقعتين طوالي واربعا كويس نحن فيما تبقى زمن حقونا سامح وطبعا ثلاثة مزاهب كل مسهب اخذ من الحديث اذا سوى بي بالصلاة فلا يسعى اليها احدكم ولكن ليمشي وعليه سكينة والوقع صل ما ادركت واغض ما سبقك اهين العلم كل ذول اخذ باجتهاده لكن نسكر حقه المالكية لانها سهلة او مسهب السودان نسل مالكية المالكية عندهم قاعدة القاعدة بتقول ما ادركته مع الامام فهو اخر صلاتك وما فاتك فهو اول صلاتك تغضي الاغوال وتبني الافعال دارين طبق القاعدة دي ذول حصل الرقع الاخير مع الامام في صلاة المغرب اول الامام ما سلم ويقب عليه حيله ويجيب الرقع الاولى بالفاتحة والسورة وجهر ويرقع ويزقط ويقعد يقرأ التشوهد لانه الرقع الجابه دي اول صلاة ويقرأ التشوهد لانه بيبني في الافعال على كل رأس رقعتين يقرأ التشوهد ويقوم يجيب الرقعة التالتة بالفاتحة والسورة وجهر لانه حسب القاعدة رقعته التانية ويرقع ويزقط يقرأ التشوهد يسلم لما نجي ننظر لصلاة الزل لانك يصل لرقعتين بالفاتحة والسورة يعني ما يجب رقعتين مع بعض أي بس القاعدة أي بس الحفظ القاعدة نعم شكرا جديدا الشيخ محمد أحمد حسن على حسن الإجابة لمشاهدنا الكرام ونشكر كل المشاهدين الذين اتصلوا لفائدة المشاهدين عامة وأشكر أيضا الزملاء الذين قاموا بالتنفيذ هذه الحلقة مباشرة غدا إن شاء الله نلتقي في حلقة أخرى مع تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة